النحية التانية كان الاهلي بيلتقي مع الاتحاد السكندري اول مواجهة للكابتن عماد النحاس كمدير فني للاتحاد السكندري خلفا للكابتن حسام حسن بيتسو موسماني عائد من تأهل افريقي حاليا اول ما تأهل عرف هيلعب مين الدور اللي جاي مع الرجاء البيضاء والمغربي فعمل عدة تغييرات كان واضح جدا ان السبب ده هو تدوير بسبب التحام المباريات ما بين الافريقي والنهار ده الاتحاد وبعد ثلاث ايام في مباراة المصري برضو يوم السبت اللي جاي تشكيلة الكابتن او ميستر بيتسو موسماني كانت كالتالي نستعرضها الاول وبعدين نتكلم في شوية نقاط عن هذه المواجهة في حراسة المرمى محمد الشرناوي قدامه ياسر ابراهيم وايمن اشرف كريم فؤاد ناحية اليمين في غياب محمد هاني محمود وحيد ناحية اليسار في غياب علي معلول على مقاعد البودلاء لاراحته افشا كمان كان على الدكة فتم الدفع بميكي سوني أليو ديانج وحمدي فتحي فأراحى عمر السلية على مقاعد البودلاء حسين الشحات يمين احمد عبدالقادر يسار وبرسي تاو في غياب محمد شريف على مقاعد البودلاء بدأ اساسيا وكمهاجم ناحية التانية عماد النحاس تشكيلته الاولى كانت بعبد المنصف بيرجع مرة تانية للمشاركة كان في اخر مباريات حسام حسن ما بيلعبش فعاد للخبرة عماد النحاس سعيده سمبوريه وشابانة البندفاع كريم يحيى وصبر الرحيل على الطرفين سليف ومورو وكريم الديب في نص ملعب خالد الغندور وموروان عطية وفوز الحناوي تحت احمد عادل ميسي في مقدمة هجوم الاتحاد السكندري الاهلي بدأ المباراة ضغط بطريقته المعتادة تراجع واضح جدا بنيته من الاتحاد السكندري والكابتن عماد النحاس اللي فسر ده بعد المباراة مباشرة وهجوم الاهلي المبكر والضغط المبكر أسفر عن ضربة جزاء سعيده سمبوريه لمست يد نراجع أحمد الغندور بيحتسب ضرب الجزاء يتصدى لها بيرستا ولكن القائم الأيسر لعبد المنصف يقبى أن يتقدم الاهلي في هذه المباراة ومع استمرار المحاولات ومع تقلق معتاد من محمد عبد المنصف في المباراة الكبيرة سواء قدام الاهلي أو قدام الزمارك بتفشل المحاولات لحد ما يجي حسين الشاحات يسقط ثلاثة من لاعبي الاتحاد السكندري بمروغة ثم تصويبة يردها محمود شبانة فتوصل لميكي سوني على الطرف وتعالوا بقى نتكلم على جول ميكي سوني شوي هدف فوز المباراة هدف قنص النقاط الثلاث هدف من لاعب مش أساسي هدف من لاعب ينتقد انتقادات واسعة مش هو بس بقى للأهلي على استقدامه الكرة جايله على الالتقاء كده بتاع منطقة الثمنتاشر يا دوبك ريحة وبص على زاوية لو عبد المنصف واقف لو واقف ناحية الشمال برضو كانت هتدخل حقيقة ان مفيش دقة كده الكرة يعني كأنها بتقول لميكي سوني انت وجهتني في توجيه مثالي في زاوية قاتلة هدف من الأهداف الحلوة اللي بنشوفها في الدوريات بنشوفها لمحمد صلاح لو انت اعتقد جابه في تشيلسي قبل كده جل شبه ده بالزبط صلاح مع ليبر بول هدف حلو قوي خلص بيه الأهلي الشوط الأول قبل عشر دايق من انتهاء الشوط لكن الشوط الثاني اختلفت الأمور لأن الاتحاد السكندري رغباته الهجومية بقت أكتر أجرى تغييرات ومع نزول إبراهيم حسن وبنجامين مهاجم الاتحاد السكندري اختلفت الأمور نشاط واضح تراجع للأهلي شويتين أليو ديانج بيخرج وينزل مكانه عمر السلية إبراهيم حسن بيعمل جابهة قوية جدا على محمود وحيد الظاهير الأيسر اللي برضو يعني ربما قلة المشاركات مخلي مستوى مش هو المستوى اللي ممكن يعود غياب معلول لدرجة أنه مسيماني قرر أنه يرجع حمدي فتحي ويلعب بتلاتة بقى يلعب جنب الاتنين من السكين قبل ده قبل الخطورة دي كان فيه تصويبة من الغندور تيجي في العرضة تخبط فأيمن أشرف هدف تعده لكن الفار بيقول أنه كان فيه تسلل أساسا على مهاجم الاتحاد السكندري وفيه قرار كان صائبا لكن إبراهيم حسن عمل نشاط رائع جدا هو وبنجمين بواتنج والأهلي قبله بعد كده بأنه حاول يلعب على أنه يعمل توازن ما بين الدفاع والهجوم وهدد المرمى وأفشة بعد نزول طاهر محمد طاهر كمان هما الاتنين نزلوا ومحمد شريف بقت فيه خطورة مرة تانية للأهلي وجاءت كرة في العارضة حتى وانتهت المباراة المسيرة جدا صعبة جدا بانتصار الأهلي على الاتحاد السكندري ولكن تبقى أبرز لقطات المباراة غير هدف ميكيسوني وانتصار الأهلي هي ضرب الجزاء غير محتسبة للاتحاد السكندري نصفها الأول وبعدها نقول رأينا فيها إبراهيم حسن بيتقدم معتاد من ناحية الشمال بيلعب وان تو بينه وبين اللاعب بنجمين بواتنج بيدخل منطقة الجزاء يدوبك بيدخل المنطقة ويبدأ أن هو يعد الجسم وربما يسدد في مرمى محمد الشناوي يجي من وراء عمر السلية علشان يحط جسمه فيسقط بواتنج أرضاً داخل منطقة الجزاء الغندور راجع الفار كابتن واقل فرحان قال له لا ما فياش حاجة تمام ده القرار والمباراة خلصت لكن الحقيقة يعني أن هي مستغربة شويتين لأنه أولاً الكرة مش في القصة خالص لكن هو لاعب بيستحوط على الكرة ولاعب بيحط جسمه كامل قدام بواتنج فبيسقط جغمانطقة الجزاء في إشارة للحكم أنه لا أكمل أنا شايف أن هي ضرب الجزاء ده كان في الدية 84 من زمن المباراة لكن الحكم رأى أن هي مش ضرب الجزاء فأي مكان انتهت المباراة بهذه النتيجة وكانت مباراة برضو مسيرة جداً على أي حل ترجمة نانسي قنقر